المنتخب الوطني المغربي المنتخب الوطني المغربي البؤاش والأسود والشبان والفيتيان والحمد لله من هذا القدام يكون غير خير الحمد لله لا أتفرش في الماتش اليوم ولكن في الصباح فقط سنتسمع الناس في الخدمات فهذا يقولون البنات المغربي ان شاء الله ربحوا ودازوا الدور السطاش وتنتمنوا اليوم ان شاء الله التوفيق كما الأسود الأطلاس في المونديل القطار وكما الشبان تنهي المنتخب المغربي بالإنجاز الكبير والتاريخي منتخب النسوي تنهيهم على القتالية في المباراة مباراة قدام كولومبيا وهذا إنجاز يتكلم على التاريخ رفعونا رأسنا بحل منتخب الدكور ومباراة كانت صعبة بحكم كنا ضمن مجموعة صعبة كتضمن ألمانيا كوريا جنوبية كولومبيا وكانت تأهل صعب ومع ذلك والحمد لله تأهلنا فضل هذه المجموعة الصعبة والألمان التي كانت مرشحة وكانت أول مرشحة كما رأيتم تقصت هي كوريا جنوبية وتأهل المغرب وكولومبيا الحمد لله تأهلنا دور 16 الفتيات من بعد تربحوا كولومبيا وذلك شي كان زوان نلعبوه تبارك الله ونتمنى لهم كل الخير والتوفيق بصراحة المقابلة كانت جدا صعبة جدا نظرا الفريق الخصم كان قوي لأن بصراحة لم نتوقع هذا الفوز الذي أبان عنه الفريق الوطني بشجاعة وبقوة وخصوصا الانتكاسة التي وقعت في المقابلة الأولى ضد الفريق الألماني التوقعات التي في الدور 16 تنظل إن شاء الله عندهم الإمكانيات باش يزيدوا القدام ولماذا لا يدوا كأس العالم لماذا لا؟ ألمانيا كانت مترشحة بالله يليد الدوز وعلى العلم يخسرنا بها في المرش الأولان بستلزيرو وخاكوك اللبناء تعودوا لجهاتهم ورب يكمل عليهم هم ربحوا جمات شات والحمد لله دازو سبق المباراة الجاية إن شاء الله يتلقوا مع فرنسا إن شاء الله يكون إنجاز لم يدروا المنتخب الدوكور يدروا المنتخب الإيناتي إن شاء الله ويفوزوه للمنتخب الفرنسي تهني الشعب المغربي عامة المرأة المغربية وهذا إنجاز كبير المرأة المغربية إن شاء الله نحن ربحوا في الدور 16 إن شاء الله حيث نحن لا يوجد أي فرقة نحن المغرب وإن شاء الله ربحوا اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى